فالحق أحبائي بكل بساطة هو الصدق هو الحقيقة الحق بيتكلم عن حياة الشفافية الحياة الواضحة الشخص بيكون واضح أصلي يعني معدن أصلي ما فيهش تزييف ولا أي شبهات ولا أي معدن شيء عاطل بيتخلله معدن أصلي صافي الشخص اللي بيسلك في الحق هو بيتعامل بالحق أيضا وشخص أدبي يعني الشخص اللي بيعمل حق وشخص أدبي عاقل يعني متزن عقليا الشخص اللي بيسلك في الحق أو الحق هو موضع الثقة إنسان مستقيم ويسلك بالاستقامة والحق هو طبعا الإخلاص بشكل عملي والحق أحبائي هو تعبير عن الهوية وتعبير عن الشخصية هذا مهم جدا ندركه لما بدك تعرف نبي حقيق أو مزيف من خلال الكلام من خلال الحق هل حياته باستقامة بحق واضح شفاف أم إنه بيكون عكس ما يتكلم فيه هل الكتاب هو كتاب حق هل الشخص أو الشخصية شخصية حقة أم مزيفة وهكذا موضوع الخلاص ورسالة البشارة هل هي حق ولا مجرد تبعثرات وتناثرات هنا وهناك من كلمات بدون وضوح بدون رسالة حقيقية بدون معنى بدون هدف لهذا الموضوع اشتركوا في القناة